السلام عليكم من اكتر الاشياء اللي بتضايق اصحاب قنوات اليوتيوب وبتزعى لهم جدا هو تقييد الاعلانات او الاعلانات المحدودة على بعض الفيديوهات للأسف لما بنشوف ده على احد الفيديوهات في قناتنا اليوتيوب مش بيوضح لنا ايه هو السبب بالزبط فما بنقاش احرفين نعمل ايه اليوتيوب بس بيقولك ممكن تعمل طلب مراجعة بعد ما بتعمل طلب مراجعة اترفض خلاص اترفض والفيديو بيظل اعلاناته محدودة فبيدمر الارباح طيب الكلام ده خلاص انتهى عصره حاليا اليوتيوب هيوضح لك الاسباب تفصيلية مع التحديث اللي طالما تظاهره بقاله سنة او سنة وشوية اليوتيوب كان اعلن عن التحديث ده ولكن ما كانش اتفعل بشكل رسمي حاليا التحديث هيبدأ ينزل على القنوات بشكل تدريجي خلينا نشرح الموضوع بشكل اكثر توضيحا مع ذكر بعض الامثلة للتحديث الجديد اكيد هتحتاج الفيديو ده دلوقتي او بعدين فتابع معايا للنهاية احنا دلوقتي على ستوديو يوتيوب وده كده الشكل الطبيعي للفيديو اللي الاعلانات بتاعته متاحة بالكامل بتكون علامة الدولار خضرة زي ما انتا شايف معناه ان الفيديو ملائم لمعظم المعلنين والاعلانات هتظهر بشكل طبيعي اممان ايه اللي مش طبيعي واللي بيخصه التحديث ده تعالى كده في الفلتر ونعمل تحقيق الربح ونختار تحقيق الربح المحدود عشان يظهر للفيديوهات اللي ربحها محدود في القناة بتاعتي ملناش دعوا بالعالمة الدولار بالاحمر دي معناها ان الفيديو تم ازالته وخلاص طيب دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها علامة الدولار الصفرة معناها ان الفيديو ده ارباحه محدودة من الاعلانات او لا يحقق اي ارباح مطلقا لانه يتضمن محتوى تم تصنيفه على انه غير مناسب لمعظم المعلنين انا كمعلن بعمل اعلانات على اليوتيوب مش عايز الفيديو الاعلانات بتاعتي تظهر على الفيديو ده لطبعا لبعض الاسباب اغلبها حاجات في ارشادات المنتدى طيب الاجراء المتاح بيكون ايه الاجراء المتاح بيكون طلب مراجعة تضغط هنا طبعا بتيجي عند القيود تعمل طلب مراجعة تعلم هنا وتعمل طلب مراجعة بييجي بقى شخص حقيقي بيبدأ يراجع الفيديو لو رفض ان الفيديو ده يتعرض عليه اعلانات خلاص انت مبتعرفش ايه السبب اصلا طيب حاليا بقى لما تعمل طلب مراجعة اليوتيوب هيرد عليك بالجزئية اللي فيها مشكلة سواء الجزء من الفيديو سواء العنوان سواء الوصف سواء الصورة المصغرة فده حاجة رائعة جدا وهنديك امثلة ده مثلا مثال في فيديو عليه مشكلة وصاحب الفيديو عمل طلب مراجعة فاليوتيوب رد عليه بالمراجعة وقال له ان المحتوى ده فيه محتوى يخص البلاغين من الدقيقة ستة وعشرين او من الثانية ستة وعشرين للثانية ستة وخمسين فصاحب القناة اذا عرف ان الجزء ده فيه مشكلة وهو اللي تسبب في ان الاعلانات محدودة طيب تعال كده نشوف مثال اخر هنا بيقول لك اللي هو السياسة في ايه السياسة اللي بسببها الفيديو ده اخد اعلانات مقيدة اللي هو العنف وهنا المشكلة فين في الفيديو في الصورة المصغرة حتى موظف كان بيقول مسلا واحد عمل لعبة معينة قنوات الالعاب وحطت صورة الناس اللي هم زومبي بيمصوا الدم وبياكلوا الناس والحاجات دي فممكن يجي اعلانات محدودة وهنا عم حدد لك ان المشكلة في الصورة المصغرة فانا كصاحب قناة عرفت ان مشكلة الاعلانات المحدودة عندي في الفيديو ده في الصورة المصغرة تعالى كده نشوف مثال تالت اهو بيقول لك المشكلة فين في اللغة النابية اللغة النابية ده ايه يعني شتيمة الفاظ خارجة مقفين المشكلة اهو في التايتل وفي الصبنيل في العنوان وفي الصورة المصغرة فاذا اليوتيوب بدأ يحدد لك المشكلة فين طيب هل اقدر مثلا احل المشكلة ان انا اقتطع جزء من الفيديو اللي هو فيه المشكلة او اغير الصورة المصغرة او اغير العنوان الصب بقى ان للاسف حتى لو غيرت الصورة المصغرة او اقتطعت الجزء من الفيديو او اي ان كان التعديل اللي انت عملته فده مش هيحل المشكلة هو بس بيقول لك ايه احنا بنزود الوعي عندك عشان تعرف المشكلة ايه بالزبط علشان الفيديوهات المستقبلية ما تقعش في نفس المشكلة لكن الفيديو هيظل ان هو اعلاناته محدودة بسبب المشكلة دي ولكن هو عرفك ايه المشكلة علشان الفيديوهات المستقبلية وفي ملحوظة مهمة جدا اللي لازم تعرفها وهو ان اليوتيوب مش هيوضح لك السبب غير لما انت تعمل طلب مراجعة يعني لازم تعمل طلب مراجعة الاول علشان اليوتيوب يوضح لك السبب ده اول حاجة تاني حاجة لازم ترفع الفيديو من خلال استوديو يوتيوب المتصفح مش من تطبيق اليوتيوب ومش من استوديو يوتيوب اصدار الهاتف ليه لانك لازم تعمل حاجة اسمها الشهادة ذاتية ايش هادة ذاتية دي ديت خطوة من خطوات اللي احنا بنعملها اثناء رفع الفيديو طيب نعملها ازاي هتضغط على انشاء وبعد كده تحميل بتنزل الفيديو عادي مسلا هنختار فيديو صغير مسلا الفيديو ده طبعا اول خطوة اللي هي التفاصيل عنوانه والكلام ده كله بعد كده تحقيق الربح بتعمل تحقيق الربح مفعل بعد كده بقى مدى ملأمة الفيديو دي مش بتظهر في التطبيق بتاع اليوتيوب ومش بتظهر في الستوديو وانت بترفع الفيديو بتظهر بس وانت بترفع الفيديو عن طريق جوجل كروم سواء من الموبايل او من الكمبيوتر هسيب لك فيديو في التعليل المثبت ازاي ترفع الفيديو من على جوجل كروم تمام عشان تظهر لك دي طبعا انت اول ما تظهر لك دي سماء الشهادة ذاتية ان انت بتقيم الفيديو بتاعك هل هو فيه عنف هل فيه محتوى البلغين هل في محتوى صادم طبعا لو فيه بتعلم عليه طبعا اغلبنا بيقوم عامل لا شيء مما سبق وبعد كده بنعمل ارسال التقييم يبقى انت كده بتقيم نفسك بعد كده بتعمل التالي وبتكمل الفيديو بتاعك عادي جدا فلازم علشان التحديث ده يظهر معاك لو حصل معاك المشكلة لازم حاجتين لازم اول حاجة تكون منزل الفيديو من استوديو يوتيوب الاصدار الموقع الالكتروني من اي متصفح او من الكمبيوتر ده رقم واحد رقم اتنين ان انت تكون عامل الشهادة الذاتية وانت لما تنزل من خلال الطريقة دي لازم تعدي على خطوة الشهادة الذاتية ده اول حاجة تاني حاجة لازم تعمل طلب مراجعة فده كان التحديث بتاع النهاردة وده كويس جدا لان انا عارف قنوات نص فيديوهاتها حرفيا محتوى مقيد او اعلانات محدودة عليه علامة الدولار الصفرة وهم مش عارفين ايه المشكلة ويبيقع فيها كل مرة لو انت يعني علامة الدولار الصفرة دي عندك وانت عارف المشكلة حلها يعني انت عارف ان العنوان في مشكلة حل المشكلة في العنوان حل المشكلة في الصورة المصغرة وفي فيديو انا كنت شرحت فيه الموضوع ده هيظهر معكم دلوقتي في شاشة النهاية بدون الليلة دي كلها لو الفيديو عجبك اتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو وشوف الفيديو اللي في المثابة تعرفك ازاي تدخل على ستوديو يوتيوب اصدار الموقع الالكتروني من خلال الهاتف علشان تنزل الفيديو بالطريقة دي وتعمل اشياء ده الذاتية. السلام عليكم.